السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في ايه الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي. لو حضرتك طالب دراسات عليا ماجستير او دكتوراه او معلم وحابب تعمل حصة متميزة مع طلابك عن البحث والمعرفة. انا النهاردة جبت لك موقع شات مع الذكاء الاصطناعي مجاني وبسيط جدا. ان شاء الله هينال اعجابكم. رابط الموقع هتلاقيه تحت في يلا بيا ان احنا نشوف الشرح. يلا بيا. نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين الواجهة الرئيسية للموقع الخاص بالتحدد مع الذكاء الاصطناعي او وهو موقع مجاني ويدعم اللغة العربية والانجيزية. موقع واجهته بسيطة جدا وسهلة جدا ويتعامل معاك بكل سهولة. ونقدر نستفيد منه بشكل كبير جدا وخاصة طلبة الدراسات العليا والماجستير والمعلمين وغيرهم المهتمين في البحث في مجال الذكاء الاصطناعي. بالنسبة طبعا للمعلمين انا كمعلم اا عملت حصة سهلة وجميلة جدا وكانت ممتعة مع الطلاب. من خلال تخصصي طرحت على الطلاب بعض. عبر اسئلة لطالب يبحث عن تجابات خلال الموقع ده وكانت النتائج جميلة جدا. طيب تعالوا نشوف مع بعض اللي بيقدمه لنا واجهة الفرنامج. اولا عندي هنا السؤال بضع السؤال بشكل سهل جدا. انا عندي سؤال انا كنت اقصصه. هي استراتيجيات التعلم الحديثة. عندي طبعا اقصى اليمين. هنا بيقول لي يعني انا بنتبقي لي سؤالين. هو طبعا بيعطيك خمس محاولات كل اربع ساعات. آآ عندي هنا آآ تحت السؤال بيقول لي فوكس. فوكس ده معنى انت عايز الاجابة على السؤال من خلال اي مصادر. كما بدغط على فوكس بيقول لي يعني عايزها من كل المصادر من خلال مواقع الويب. ولا عايزها من خلال المواقع الاكاديمية والجامعية. ولا من خلال انتشاف فقط مع البكاء الصناعي. او من خلال اليوتيوب على سبيل المثال فيديوهات. او من خلال الاراء والمناقشات. او من خلال المعرفة الحاسوبية. على سبيل المثال هنقول الاجابة من خلال اختار ما هنا اقول. وندغط على السهم ده. طبعا هنا فيه قدام اختيارين. الاختيار الاول اجابات عامة بشكل عام. متوسعة شوية. الاختيار الثاني بيكون مختصر شوية. تعالوا نبدأ بالاختيار الاول. هنشوف مباشرة الذكاء الصناع بيبدأ تجاوب لي على السؤال اللي انا وضعها. نديني انواع بثير جدا من الاستراتيجيات اللي نتفع عليها من السؤال. ومديني ايضا ان انا اقدر اعمل نسخ للاجابة. واضحها في البحث بتاعي او الفرقة الملفاتي. ومديني كمان المواقع الخاصة بالمصادر اللي انا راجع بها. طيب تعالوا نشوف مع بعض لو احنا طرحنا السؤال بشكل اسرع. نضغط انا مرة تانية. ونكتب نفس السؤال. لجنة المراتة هنفعل. اذا دي بتقول له كده ابحك. احركوا بشكل اباهد. الاختصار الشديد مع مصادر البحث اللي بنقرر. لو ضغط على اي رقم امامي بيديني المصدر اللي جات منه المعلومة. وطبعا المصادر بتكون حقيقية. وعايزيني ننبه على ان المواقع الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنعطيها لحضراتكم. بتتميز زي انها هامنة. طبعا موقع الجوجل والروابط ونضغط عليها بدون علم او دراية. وللأسف بتؤجل انتائج سيئة. فبضغط على اي رقم من امامي دول مصدر الخاص او مرضع الخاص. ويديني من اين اتت الاجابة. نضغط على اثنين مثلا. كبير من ثاني يعني ونشوف. الاجابة مصدر غريب. موقع خاص. تعلم اهم استراتي بلات تربيس لحديثة وتعرفها. وجايب لي كل ما ينقص السؤال بكامر. طبعا في المصادر الخاصة بالي تيوب بيديوهات لو ضغطت عليها بالديني الفيديوهات الخاصة. ده مش كسار شديد جدا 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 ازاي ادخل على الموقع بيرفليك سيتي واستفاد منه من خلال البحث والمعرف. اتمنى انكم تكونوا استفدتم من الموقع الجميل الجديد ده الخاص بالبكاء الصناعي الخاص بالشات. ان شاء الله اكون اه افدتكم يكون الموقع بسيط بالنسبة لكم. وكده اكون انهيت شرح الموقع الخاص بالشات مع البكاء الصناعي. ان شاء الله تكونوا استفدتم بانها لا سعني الا ان شكركم. اترككم في رعاية الله وامني. كان معكم استاذ محمد محمود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.